يحاول ولد الشيخ أن يبدو متفائلاً لكن ما يخرج من أربقة مقار المباحثات اليمنية في الكويت يخضله في المؤتمر الصحفي الذي عقده المبعوث الأممي بعد جولة أولى من المباحثات بين وفدي الحكومة والميليشيا بدأ كما لو أنه يتحدث عن بلد آخر وعن أحداث أخرى غير ما يراه اليمنيون هناك تقريباً ما يقارب 70 إلى 80% من الاحترام لوقف طلاق النار تحدث ولد الشيخ عن التزام الطرفين بالهدنة بينما كان وفد الحكومة يسلم الأمم المتحدة تقريراً عن الخروقات التي قامت بها ميليشيا الحوثي والمخلوع والتي بلغت أكثر من 200 خرق خلال أيام يستمر الوفد الحكومي في التأكيد على ضرورة الانطلاق من الاتفاقات السابقة وتنفيذ ما اتفق عليه في جولة بيال إلا أن وفد الميليشيا نقل المواجهة إلى مرحلة أخرى تتمثل في التحافظ على أجندة أعمال لقاء الكويت ذاتها مصادر في الكويت أشارت لأنه ما من اتفاق حتى اللحظة على شيء من تفسير وقف إطلاق النار الذي تفسر الميليشيا على أنه وقف عمليات التحالف فقط إلى ترتيب نقاط الحل الخمس المطروحات على طاولة المباحثات والتي أوضحت المصادر أنه لم يتم الاتفاق بشأنها مع استمرار الميليشيا في رفض الانسحاب من المدن وتسليم السلاح المبعوث الأممي أشار لأن المشاورات تتركز الآن حول ثلاث نقاط هي تثبيت وقف إطلاق النار وإرساء قواعد التفاوض وتكوين اللجان التي ستباشر مشاورات تنفيذ النقاط الخمس وهما يشير لأن رؤية والد الشيخ حول التنفيذ المتزامن إلى هذه النقاط هي ما سيحدث وهي رؤية تقترب مما يطرحه وفد الميليشيا ترجمة نانسي قنقر